26 نيسان 2005 26 نيسان 2022 17 سنة مرقوا على انسحاب الجيش السوري من لبنان 17 سنة على سقوط أسطورة الوجود السوري الضروري والشرعي والموقت ونهاية شعرات الشعب الواحد في دولتين ووحدة المصار والمصير وغيرها 17 سنة مش لازم يكونوا كافيين أبدا حتى ننسى مرحلة سودة من تاريخ لبنان شاركوا فيها واستفادوا منها أطراف كتار صاروا اليوم حاملين شعار الحرية والسيادة والاستقلال كأنه شعارهم وعم يتاجروا فيه بشكل يومي وبوقاحة منقطعة النظير بيعود سريع على تاريخ التدخل السوري بلبنان منشوف أنه البداية كانت بشكل غير مباشر من خلال مجموعات مسلحة فلسطينية كان إلى دور كبير بضرب الاستقرار وتمهيد الأرضية للحرب واعتبارا من 76 دخل الجيش السوري بشكل مباشر إلى لبنان قبل ما تتأمن له شرعية عربية ظرفية تحت لواء قوات الردع العربية ويرشوا عليه كتائب الرز والزهور علما أن قوات الردع سرعان من سحبت كل مكوناتها ليبقى الجيش السوري وحده على أرض لبنان وبدءا منها المرحلة معارك كتير خاض الجيش السوري ضد مروحة واسعة من الميليشيات اللبنانية بظروف متعددة ودور سوري سياسة متنامة شهدته الساحة اللبنانية على مر السنين أما المحاولة الجدية الوحيدة لتحرير لبنان من الاحتلال السوري فحصلت بآخر الثمانينات لما اصطدمت حكومة العماد ميشيل عون بالميليشيات الموالية لسوريا ما أدى إلى انخراط سوري مباشر بمعركة وجها لوجه مع الجيش اللبناني أطلقت علي تسمية حرب التحرير يلي كانت عمليا حرب الضعيف ضد القوي حرب مقاومة لبنانية صدر الجيش اللبناني بمواجهة جيش محتل وضع أمامه أكتر من واجهة مسلحة من خلال الميليشيات وبالمناسبة كل الميليشيات اللبنانية تقريبا استضمت بالسوريين ونفس الميليشيات تقريبا تقربت من السوريين والشواهد كثيرة وخلونا نذكر من بينها مثلين الحزب التقدم الاشتراكي يلي بيتهم سوريا بقتل مؤسسه ورئيسه كمال جملات والحزب التقدم الاشتراكي نفسه يلي شكل رأس حربة السوريين بلبنان بالمواجهات مع الجيش اللبناني يلي أبرزها معركة سوق الغرب الأولى ب83 ومعركة سوق الغرب الثانية بال89 أما المثل الثاني فالقوات اللبنانية يلي حاربت السوريين بالأشرفية وزحلة وغير مناطق لما كانت بعدها قوات تابعة للجبهة اللبنانية وميليشيات القوات اللبنانية يلي رجعت تقربت من السوريين بمرحلة قليح بيئة والاتفاق السلاسي وكررت فعلتها بال89 والتسعين بمرحلة اتفاق الطائف وعملية 13 تشرين والسنوات الأربعة يلي تليتها ويلي كانت حافلة بالتواصل القوات السوري وصولا إلى تقديم وفد قواتي برئاسة سمير جعجع شخصيا واجب العزاء بمسقط رأس الرئيس السوري حافظ الأسد بالإرداحة يوم وفاة نجلو باسل بكل الأحوال صار يلي صار ب13 تشرين الأول 1990 ودخل لبنان بمرحلة جديدة سكت فيها مدفع الحرب لكن بمقابل وصاية سورية دامت 15 سنة وبهال 15 سنة باستثناء الحالة العونية يلي صار اسمها لاحقاً الطيار الوطن الحر كلهم يعني كلهم بلأ أي استثناء كانوا عم يدوروا بالفلك السوري بلبنان ناس عن أناعة مثل حزب الله مثلاً يلي كانوا بعده بيعتبر سورية سند أساسي لمقاومته ومثل الحزب السوري الأومي الاجتماعي لا أسباب عقائدية وغيره نكتار وناس عن عمالة وأكيد بتعرفون واحد واحد بكل الطواقف والمزاهب والمناطق وما في لزوم ذكركم فيهم وناس عن مصالح سياسية زرفية مثل رفيق الحريرة يلي كان هدفه يسبب زعامته بالوسط اللبناني عموماً والسني خصوصاً وصولاً لتسليم مفتاح عاصمة لبنان بيروت لغازي كنعان ومثل القوات اللبنانية بين التسعين والأربع وتسعين يلي كان فكرة تسبت حضوره السياسي بلبنان الطائف بعد إسقاط ميشيل عون وأبعاد أمين الجميل واختيال داني شامعون ومثل وليد جنبلاط يلي اتهم السوريين بقتل والده ومثل ما ذكرنا بس رجع واخذ الحروب إلى جانب السوريين وطلب توقيع عبد الحليم خدام على صورته وصورة ابنه تيمور كضمانة لاستمرارية زعمتهم السياسية ويلي استفاد من نفوذهم أي وليد جنبلاط طيلة 15 سنة قبل ما يرجع ينقلب عليهم بعد اغتيال رفيق الحريرة ومن بعد يرجع يروح على سوريا ويلتقى بالرئيس بشار الأسد بمرحلة السينسين ومن بعد يرجع مرة جديدة ينقلب على سوريا والسوريين بعد نجوب الحرب على أرضها وهكذا دوالعيكم وما بنعرف المستقبل شو مخبالنا بهذا الإطار والأنكة أنه بعد كل يالي صار كل يوم بيطلع لنا واحد يتبنى إخراج الجيش السوري من لبنان وبيعمل صور وشعارات بوزعهم على السوشيال ميديا حتى يحتفل ويحيي هالمناسبة ساعة القوات بتتبنى علما أنه دورة معروف وفي كتب كتير بتروي تفاصيل كبيرة وخطيرة ما في مجالة ذكرى هلأ ولكن بيجي وقتها وساعة سامي الجميل يلي زار والده أمين الجميل خلال عهده بس سوريا 13 مرة ويلي وافق حزبه حزب الكتائب على الطائف يلي أطفى شرعية معينة كانت مفقودة على الوجود السوري بلبنان علما أنه دور سامي الجميل بمرحلة النضال الطالبة كان بيقتصر على الاستعراض ورمي نفسه قدام القوى الأمنية حتى يطلع بالصور يلي بتنشرها الصحف وينذكر فيها أنه ابن أمين الجميل كان موجود بينما مئات الشباب الآخرين يلي حاملين العلم اللبناني ومن دون أي علم حزبه كل هالشباب يلي كانوا يشاركوا بقيت أسماء مغمورة وغير معروفة وما كان حدا يعرفهم ويعرف أسماءهم وما كان ينقال عنهم ابن فلان وابن فليتان كان مشارك بالتظاهرات والتحركات ويزعم أنه عم يعمل بطولات وساعة وليد جمبلات بيتبنى وبيزايد وما في لزوم نحكي أكتر لأنه شو ما قلنا عنها الحالة هذه بالتحديد ما بيكفي لتوسيق التقلبات والتحولات بالمواقف علما أنه يلي فرض أكترية قوى 14 أدار النيابية السيادية بين هللين بالألفان وتسعة كان وليد جمبلات شخصيا يلي انقلب على حلفائه بقوى 14 أدار ورجع بوقتا يتقرب من حزب الله وسوريا بحلقة جديدة من مسلسل طويل ما عم يعرف يخلص وساعة طيار المستقبل بيتبنى علما أنه هالطيار بالتحديد نشأ ونمى بعهد الوسائي السورية ورفيق الحريري وصل لمرحلة كان يعتبر حاله فيها بمثابة وزير خارجية للبنان وسوريا معنا وساعة أعضاء ما يسمى لقاء رنتشهوان وورثتهم السياسيين اليوم مثل مجد ابنه لبطرس حرب يلي عمل بيو وزير بأول حكومة شكلت بعد 13 تشرين ويلي تحالف بيو مع سليمان فرنجية والحزب السوري الأومي بالألفان وثمانتعش قبل ما ابن مدرسته السياسية يفلقنا بمزايداته السيادي اليوم ضد حزب الله وسوريا وهلأ إيران والأمثلة كتيرة مثل ميشيل معواد وغيره وغيراته أصلا ليحة المتبنين طويلة وأسمائها كتيرة وما رح نقدر نتذكرهم كلهم بس قد ما نجرب نفتش ما رح نلاقي بهالليحة حدا من كل هودة سقط له شهيد ب13 تشرين ولا حدا شارك بالتحركات الشبابية والطالبية والشعبية إلا من باب استثمار نضالات الآخرين ولا حدا توقف وعتقل ولا حدا قدم شهادة بالكونغرس الأمريكي ساهمت بإقرار أنون محسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان بال2003 مثل ما عمل العماد ميشيل عون ولا حدا تجرأ يرحب بالقرار 1559 لما صدر مثل ما عمل الطيار الوطن الحر ولا حدا أصلا كان مصدق بهذه المرحلة أن الجيش السوري رح يترك لبنان مثل ما كان عم بيمبشر العماد ميشيل عون وبالإضافة لكل يلي نذكر الأهم أنه ما حدا من كل هاودي كان عنده الجرأ بعد انسحاب الجيش السوري أنه ينادي بأفضل العلاقة مع سوريا من ضمن احترام حرية وسيادة واستقلال البلدين لأنه كلهم بالأصل ما بيفهموا هالكلمات الثلاثة ومعانية إلا كشعار للتجارة السياسية بإشارة أو إشارات خارجية لا أكتر ولا أقل تماما مثل ما عملوا مثل مصار بال2005 والأهم أنه ما حدا منهم كلهم جرأ يرفض الحرب والإرهاب بسوريا بعد 2011 ولأنه يطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ولا باستعادة التواصل الطبيعي مع سوريا أقل له لتأمين مصلحة لبنان الاقتصادية ولا تنسي عودة النازحين السوريين يلي أرهقوا الاقتصاد اللبناني لكن بالمقابل وحرصا على الموضوعية مثل دايما ما فينا إلا ما نحكي عن نقاط بعد عالق بالعلاقة اللبنانية السورية وأهمها أولا قضية المخفيين قصرا فصحيح أنه في قانون أقرب المجلس النيابي بهالموضوع إلا أنه بالنسبة لأكتار من اللبنانيين هالجرح من دمل وهي دي من مسؤولية الدولتان تانيا ترسيم حدود العلاقة السياسية بشكل أوضح بحيث تبطل قائمة على علاقة أطراف لبنانيين بمسؤوليين سوريين ولا العكس إنما ترسى على أساس الاحترام المتبادل بين دولة ودولة وترسيم الحدود اللبنانية السورية بشكل واضح بما يطمئن الطرفين للمستقبل تالتا تنقية الزاكرة والامتناع عن كتاب التاريخ العلاقة بين الجانبين من جانب واحد وبهذه الطريقة بس بينوضع حد للكذب وبينمنع تزوير التاريخ وبالنهاية بأكد اليوم ورح أكد كل يوم إنه كلامه غير ملزم لأي طيار سياسي أو مؤسسة إعلامية هيدا رأي شخصي لا أكتر ولا أقل اشتركوا في القناة